لاجئين السوريين شمال لبنان تستقبل بفائد من شكاوى من زادت معاناتهم بفعل الأزمة الاقتصادية أزمة كسرت الحدود بين ساكني هذه الأرض من مواطنين ولاجئين حتى بات الجميع سواسية إذا عندي جار مثلا لبناني وأنا سوري بقول لي لا أنتوا يمكن أشوف من الأمم بتبعثي الكهن ما أقول لا لأنه كمان وضعه سيء أكتر مني ما أعمل لك أنه مثلا جاري سيء إذا قال لي هيك لا بس هني ما أخذيني الفكرة عنك أنه شو بيجيك لك الشخص بالشهر بيت ألف بس إذا عندك مرض ما بيعترفوا عليك هذا على صعيد المساعدات أما العمال منهم فمن لم يفقد عمله بفعل الأزمة فقد قيمة راتبه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار كان ياخد العامل السوري كان ياخد 800 ألف بالشهر 800 ألف اليوم ما بتسوي 30 أو 40 دولار هذه شهريته فالوضع سيء جدا جدا بالنسبة للعمال السوريين ويرى ناشطون لبنانيون أن تقلص المساعدات الأممية للاجئين سيفاقم الأزمة منظمات اللي عم تساعد السوري قلت المساعدات اللي عندون طبعا بدنا نعيش الحل الاقتصادية أصعب بكتير وما بين هذه الخيام يسود الانتظار انتظار أزمة قد لا تنتهي قريبا ومعاناة قد تتفاقم يعاني اللاجئون السوريون من أزمة مزدوجة الأولى بدأت لحظة وصولهم إلى بلد التوازنات الطائفية المعقدة والثانية بتحملهم تابعات الانهيار الاقتصادي وما بين الأزمتين أعباء تزداد ومساعدات تنضب وشعب بات منسية علي رباح العربي الميني شمالية لبنان